و أهميتها و أهدفها و طموحها يعني هل نطمح بأنه هذه المحافظات الحدودية أو هذه المحافظات في الأطراف يتم تنميتها في نفس الوقت الذي نحارب في الإرهابي بقول اتنين ماشيين بالتوازي مع بعض إيه اللي هيحصل بعد أن تم تشكيل هذه اللجان التي ستزور هذه المحافظات الحدودية ده اللي هنعرفه من النواب المشرفين النهاردة في مساء القاهرة سيادة النائب الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء أهلا بحضرتك نوارنا وسيادة النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد أهلا بحضرتك وسيادة النائب مهدي العمد عضو مجلس النواب عن مطروح أهلا بحضرتك ويعني كيف جاءت فكرة تشكيل لجان متخصصة لتزور المحافظات الحدودية فضل حركة سيترناز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دايما المحافظات الحدودية مظلومة لأطراف طول عمرنا احنا من أيام حتى الفرعنة دولة مركزية والاهتمام دايما بالعاصمة والمحافظات المحيطة بها ففي دايما تحميش وإهمال للمحافظات الحدودية احنا بدأت الفكرة من نهاردة في أنه عندي أحداث ساخنة في سيناء وأن الوضع بيتفاقم أمنيا وفي كطورة على سيناء كلها فطلبت المجلس بضرورة تشكيل لجنة لبحث المشاكل داخل سيناء لأن الوضع لا يحتمل انتظار تشكيل اللي جان وأننا نتحرك بعد 5-6 شهور وصلت رسالة من أبناء سيناء للمجلس والنواب بأن نواب مصر سيناء تناديكم فلاينا تأييد من القاعة كلها وعرض الرئيس المجلس على تشكيل لجنة لبحث مشكلات سيناء مش زيارة سيناء فقط وتمت الموافقة بالإجماع وبعدين برضو المحافظات مطروح والوادي طلبوا بلجن ومسلة برضو فوافق المجلس على كده احنا طبعا عندنا في سيناء مشاكل كتير سيناء قضية وطن سيناء في المرحلة الأخيرة بدأ يتنامى فكر المتطرف ويفيد إليها مجموعات كتير جدا من الجماعات المسلحة لمحاربة الدولة وهناك برضو هجمة من بعض الإعلاميين لتشوية صورة أبناء سيناء وهناك برضو بعض التجاوزات في المعالجة الأمنية للأحداث في عندنا تضييق على المواطنين في مشاكل بيعاني منها المواطن يومي من بعض الإجراءات الأمنية وإحنا بنقول الإجراءات الأمنية دي لابد من مراجعتها أنت كان نائب عن شمال سيناء احتياجتك من حكومة احتياجتك من حكومة مراجعة كل اللي بيحدث على أرض سيناء لابد أن احنا يبقى فيه شفافية ومصرحة بأن ما يحدث على أرض سيناء هو مخطط لأطماع ذاك للسيناء احنا كل من يساهم في تزكية الصراع وعدم الاستقرار وهجرة أبناء سيناء وعزلة سيناء عن الوطن هو بيساهم في نفس الوقت في تحقيق الهدف إسرائيل في الأطماع في سيناء وخاصة أن إسرائيل وده كلام مش مستخب يعني أن فكرة النيل للفراط ما هو الشعار ولكنه عقيدة دولة إسرائيل الكبرى الطريق للفراط اتفتح الطريق للنيل هو سيناء إسرائيل حولت مرتين بـ 56-67 لكن كنا بنسترد سيناء بنستردها بإرادة وقوة الجيش المصري والتفاق بالشعب المصري حوالي النهاردة الوضع اللي موجود ده بيزكي الأطماع اللي موجودة داخل سيناء فلابد من طرح القضية كقضية وطن أنت المواطن طالب منك إيكا نائب المواطن في المرحلة يطالب مني بعض الإجراءات الأمنية يتم التخريفة يعني حاولها ذاك يعني هناك بعض الاعتقالات أو الاحتجاز العشوائي لمدة طويلة بدوعة التحريات أنا بنقول لا حضركت لازم تشتبه بس التحريات لا تاخدش إلى فترة محددة لكن مش أيام ولا شهور لأن فيه ناس فقدت أعمالها وناس فقدت مصادر رزقها نتيجة الاعتقالات دي أو الاحتجاز بدون التوجيه أي اتهام نحن لا ندافع عن مدان ولا متهم لكن نحن نقول أبرياء يجب أنك تتحرى بسرعة لكن طول الوقت ده أو العدالة البطيئة عندي برضو بعض الإجراءات الأمنية المتخزة زي الدخول من وإلى سيناء من خلال معبر والمعابر والكبري والمعديات فيها تمثل مشكلة قطيرة جدا جدا لأنها بتقطع الصلة ما بين سيناء والوطن الأم في عندي برضو سوء المعاملة من بعض الأفراد معاملة أبناء سيناء على أنه كل من يحيى على سيارت سيناء هو إرهابي يقولون لأ إحنا شركاءك في الوطن إحنا شركاءك في الحرب على الإرهاب إحنا شركاءك حتى في التضحية بالدم معك أكيد مات سوشد لجال جيش وشورطة ومدانين ده مفوش نقاش ده خلينا نروح لسيادة النائب تامر حضرتك نائب عن الوادي الجديد ودي إحدى أيضا المحافظات الحدودية الملتهبة وربما كان في الفتر الأخيرة هناك عملية إرهابية في الفرفرة جعلت يعني الأنظار تتجه إلى هذه المحافظة الحدودية إنتم هناك إيه أهم المشاكل اللي بتعانوا منها بسم الله الرحمن الرحيم بداية أمبرحب بحضركم السيد المخايدين الوادي الجديد 44% من مساحة مصر وإحنا لسه هنتكلم مش بس النهر 44% دي منطقة سياحية جميلة جداً وفيه قصور شديد أنه ما فيش تركيز على هذه المنطقة السياحية الجميلة اللي ممكن تجذب الملايين من السياح من حول العالم قلتها وبقولها كثير الوادي الجديد موجودة على خريطة التنمية على الورق فقط منذ عشرات السنوات ولم يتم البدء في تنميتها على أرض الواقع إلا من خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الريف المصري من خلال عشر تلف فدان اللي هم مرحلة أولى لمشروع المليون ونصف فدان من المفترض أن تبدأ الحكومة